منتخب المغرب في نصف نهائي كأس العالم دي حلوة وانا بحاول اطلعها من لساني بعد اقررها عشان اقول اصدع عنوان تاريخي رجل اشتغلت صحافة واعلام فكرة ان انا اكتب او اقول المنتخب المغربي في نصف نهائي كأس العالم ده عنوان استثنائي عنوان ما فيوش اي كرياتيف دي او اي ابتكار بس هو الوحده هو الوحده كيمة يعني دايما لما بيجوا الناس الصحفيين يكتبوا عنوان حلو يقول لك والله هنكتب مش عارف عنوان عامل ازاي ونقول اسود الاطلسي ونقول هزموا او صنعوا التاريخ والعنوين الرنانة العظيمة دي لا 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 المنتخب المغربي في نصف نهائي كأس العالم كفاية كفاية روعة كفاية جمال كفاية ابتكار كفاية عظمة خلاص انت واصل يعني خلاص يعني ايه احلى من كده يتكتب ايه احلى من كده يتقال انجاز خرافي وبعدين اللي قاله النهاردة واليد الركراكي كان مهم جدا فيما يخص اللحمة اللي عند اللعبين الروح اللي عند اللعبين روح الفريق الواحد واضح جدا في الملعب واضح جدا في الملعب وبرى الملعب والعلاقات الانسانية العظيمة اللي بين اللعبين واثارهم اللي بنشوفها في كل المباراة عند المنتخب المغربي فيه ابعاد انسانية وشخصية وربانية طبعا وفيه تفاصيل كثيرة ممكن توصل منتخب زي ده للمرحلة دي بس مع الحاجات دي كلها مع الحاجات دي كلها وركز معي مع الحاجات المعنوية والحماس والروح والعلاقات الانسانية والروح الفريق فيه فريق اصلا محترم على مستوى افراده فيه حكيم زياش فيه ياسين بونو فيه اشرف حكيمي فيه مزراوي فيه الرائع جدا الرائع جدا اللي انا هتدايق جدا لو ما اتخدش في التشكيلة المثالية لكأس العالم سوفيان مرابط لعب وسط خرافي فيه سايس فيه يوسف نصيري فيه بوفال فيه املاح ايه ده ايه التشكيلة الحلوة دي ايه التشكيلة العظيمة دي انا طبعا هو كل التشكيلة العظيمة انا اللي بفتكره بقوله وناحي يا انا هراب يد ده انا هنسى وناحي وناحي عمل مباراة اللي فاتت مباراة ااريخية مباراة اسبانيا ولوسي ديك تحدث عنه النهاردة عمل مباراة خرافيه ايضا هو النهاردة كل لعبة المغرب كانوا رائعين هو اكتر من رائعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر